بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الله الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله محاضرة جديدة معنا في الفوريه سيريز واللي فيها هنتكلم بشكل رئيسي على الفوريه سيريز وازاي بنقدر نتعامل معها وازاي نقدر نحصل عليها ولكن قبلها برضو هنحتاج لسه بعض الحاجات التمهيدية اللي هنحتاجها في خلال المحاضرة المحاضرة لطيفة وسهلة جدا ياريت نستقبلها بصدر رحب ويكون الامور تمام ويكون كل الناس معها ورقة وقلم ويكون الناس مذكريين بقى المحاضرتين اللي فاتوا كويس جدا لان انا هحتاجهم خلال هذه المحاضرة الفوريه سيريز في الحقيقة هي احنا هنحتاج حاجة اسمها الايفن والاود فاكشن اللي هو الدلة الزوجية والدلة الفردية وازاي نتعرف عليهم عارفة ان في ناس ممكن تكون عارفة وفي ناس ما سمعتش اصلا عنها فانا هعرفكم والناس اللي عرفتها برضو عرفوها بطريقة معينة انا النهاردة هعرفكم ازاي اول ما نشوف الدلة الزوجية او الفردية فاقل من ثانية هعرف انها دلة زوجية ام دلة فردية تمام فده هنتعلمه وهنتعلم الطرق التانية برضو سريعا عشان يبقى معكم الفول انفورميشن المعلومات الكاملة عن هذه النقطة ايضا هتكلم على البريريوديك فاكشن ودي الدلة الدورية ودي من الدولة المهمة جدا برضو اللي هنحتاجها فهنتكلم عنها ان شاء الله في خلال محاضرة اليوم بازن الله تعالى ايه كمان برضو هنروح بقى نتجه للفوريير سيريز نفسها وهنعرف قد ايه اهمية كل الاحاجات اللي احنا درسناها قبل كده فرجعن التركيز كل حد فيكو يكون مركز كويس جدا ومعاكو ايه نبدأ خطوة بخطوة بازن الله طيب ايه هي بقى الاكتر اوبجيكتفز دي اول حاجة المفروض ان احنا هنتكلم عنها ان شاء الله اول حاجة اللي هيا عايز اتكلم عنها ايه وهي فكرة الايه اللي انا هفيها هتكلم على نوتس معينة كده حاجات هنذاكرها ولازم نكون عارفينها زي قوانين اه وطبعا انتو عارفين اهمية القوانين عموما يعني فيه في قوانين كده بتبقى يعني مهمة يعني ماينفعش ان احنا في حاجات كده ماينفعش ان احنا نعتبرها انها مش يعني مش مشكلة عادي عليه اصلا كده كده مش هحتاجه لأ في حاجات في المسألة نفسها انا هلاقي خطوة مش هتوصل للخطوة اللي بعدها غير لما كون عارفة المعلومة دي فانيجي بقى مبص في الامتحين ايه ده ده الاختيار مش موجود لأ اما انت لو كنت مطبق الحتة دي او الريليشن دي كنت هتعرف زي فكرة ايه مثلا زي فكرة ممكن حد يكون وصل لحل المسألة ان هي وصلت معا كده سين اكس زائد كوزاين اكس سكوار اكس فقول والله حلتها صح ووصلت وده الاجابة النهائية بتاعتي ومتأكد انها صح ولكن في الاختيارات ما مجاتش هال الدكتور عنده عنده خطأ لا الدكتور عنده حق لان في الاختيارات موجود الواحد وفعلا انا عارفة ان سين تربيع زائد كوزاين تربيع بواحد بس موجودة في الاختيارات فيبقى خلاص يبقى احنا كده ماشيين in the side in the safe track in the right track we are in the right track يبقى ده صح فوش حاجة يبقى نفعش اقول بقى ان فيه هنا مشكلة نخلي بقى لنا بقى من حاجات دي يبقى هنا لأ الكلام ده مظبوط مفوش حاجة سين تربيع اكس زائد كوزاين اكس اه هي صحيحة والطالب شاطر وحل كل خطوته صح ومتأكد بس لازم يكون عنده المعلومة ان دي بتساوي واحد فدي نفس القصة احنا هنقول مجموعة من المعلومات النهاردة في هذه النقطة ان شاء الله عشان نعمل كافرينج الايه للجزئية دي كمان هنتكلم على الايفن والاوت فاكشن وهنقول كل الباصبل يعني ويز كل الطرق الممكنة اللي بنقدر نفيها نتعرف على الايفن والاوت والحقيقة انا ممكن اجيب لكم طريقة اديكم رسمة وقول لكم اقولوا لي الدلة دي اوت ولا ايفن فانتو لازم تكونوا عارفين بالرسم اقدر اعرف ازاي وازاي اقدر اعرف بطريقة النظر بس لازم تعرفوا لان ممكن ما اديكوش الدلة نفسها اديكو رسمة الدلة فلازم من الرسم تعرفوا نوع الدلة برضو تمام برضو عندي عندي ما يسمى بالبريودك فاكشن والبريودك فاكشن الحقيقة هي من الدولة الهمة جدا اللي بتاخد نفس الترند كل مر تمام فدي برضو من الحاجات الايه اللي لازم تكونوا عارفينها اا كشكل عشان دي هي اصلا البرريودك فاكشن هي دي اصلا اللي باجيبها باجيب الفوريير سيريز فوريير سيريز اللي اا برضو هنتكلم على الفوريير سيريز نفسها بقى شكل ده الفوريير سيريز عامل ازاي ولازم نحفظه اا هديكم ازاي عايزين نوصل للانوت والان 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 والبان هنوصل لها في الحالات المختلفة سواء كانت الدلة زوجية او الدلة فردية وهنحل مثالين مهمين جدا دسمين جدا مهمين اوي اوي وطبعا في خلال المحاضرة برضو هيكون في اكزامبلز على الدولة الزوجية والفردية ازاي هنتعرف عليهم اا فكل الامور هذه مهمة جدا الحقيقة اا طبعا دلوقتي زي ما قلتلكو انا محتاجة ايه بقى محتاجة ان انتو تكونوا عارفين بشكل اا يعني قوي جدا نقطة مهمة مجموعة من النقط وقبل ما اتأكد على دي احنا عايزين نرجع مع بعض كده بسرعة لو نفتكر كده الرولز الناس اللي فاكرينها انا كان عندي ايه عندي مش الرولز بس انا عايز افتكر معاكو التريجيومتريك ايه ايه بقى التريجيومتريك فاكشن كان عندي ساين اكس عندي ايه كمان عندي كوزاين اكس انا عايزوك كلكو تكونوا حفظانهم وفاكرينهم ساين اكس خوزاين اكس ايه تاني تان اكس برافو الكوتان اكس برافو ايه كمان معايا معايا حاجة اسمها السك اكس ومين الاخيرة بقى دول مين يا جماعة؟ دول مجموعة من التريجيومتريك فاكشنز اللي انا بستخدمها عموما في الفرية سيريز او هنحتاجها فما ينفعش ان انا استخدم دول اه وابدأ ان انا يعني وانا بطبق في هذه الدوال اللي هما الدوال الستة اه ما ينفعش ان انا اكون ناسياهم او ان احنا ما نكونش عارفين تفاضلهم ايه ولا تقاملهم ايه وشغالين واحتاجهم دلوقتي كمان شوية في الفرية سيريز فرجوعا بقى من دلوقتي الناس اللي قبل ما تبدأ المحاضرة الورقتين الورقة اللي انا عاملاها جدول وعملا لكم جزء للتفاضل وجزء للتكامل نعمل ايه بقى؟ هنتجه فورا دلوقتي ان احنا نعود نحفظ فيهم قبل ما نيجي نبدأ المحاضرة لان نظرا لأهميتهم وطبعا حلينا اجزامبلز كتيرة وارجو يعني انا بصراحة بتمنى حاجة مهمة جدا ان انتوا كلكوا تكونوا ذاكرتوا وبدأتوا ان انتوا تكتبوا بالورقة والقلم وتحلوا الاجزامبلز كلها عشان بس الافكار حتى كلها تكون في دمعكم افكار الانتجريشن والتكامل كلها تكون حضرة معاكم اه طبعا رجعنا برضو على الديفينت انتجريشن وده هنحتاجه اصلا اصلا الفوريير سيريز هتعتمد على الديفينت انتجريل ودي نقطة من النقطة اللي كان يجب ان انا اذكرها فاخدوا بالكو برضو من النقطة دي تمام فكانت دي حاجة يجب ذكرها طيب احنا بقى بعد ما هنرجح كل الحاجات الانتجريشن والورقة دي اللي جاي بقى ده هيبقى سهل هنكمل عليه بقى بقى ايه معلومات محتاجينها برضو للفوريير سيريز زي ايه مثلا زي اللي هو الايفن والاود فاكشن اللي هو الدلة الزوجية والدلة الفردية والبريودك فاكشن اللي هو الدلة الدورية بعدها هنتجه فورا لايه بقى ان شاء الله ليه فكرة الفوريير سيريز والفاكشن نفسها والكلام ده كله فتعالوا نشوف مع بعض كده بقى ساين اكس ساين واي لو لقينا ده الاتنين ساين في بعض كده ده ده بيساوي ايه ده بيساوي القانون ده طب هل القانون ده يجب حفظه او لانه ممكن اديكوا اصلا مسألة وقول لكم ساين اكس ساين واي يبقى ده الناتج وقول لكم دي بتساوي مثلا ده فلازم تحفظوها بالزبط بالاشارات يعني ممكن لغبتكم في الاشارات نحط دي بلاس ودي بلاس مثلا ودي ماينس نلغبت فلازم تحفظوها كويس اوي بالاشارات لان دي فورمولة واحدة من الفورمولة المهمة جدا اللي بحتاجها في الايه بحتاجها برضو في فري سيريز وبنحتاجها اثناء الحل لم انا فهمتك كو القصة انا ممكن اوصل للنتج النهائي ساين اكس ساين واي واراجح كزا مرة وقول انا حلت صح لكن الاقي في الحلول النهائية الاجابات في الاختيارات دي مش ده بس اللي اتنين بيصووا بعض فيا يعني ناخد بالنا بقى من النقط زي كده تمام تعالي نشوف مع بعض هزي الدلة انا عندي هنا كوزاين اكس كوزاين واي ما لها دي بقى الدلة دي اللي هي دي بتسوي الكلام الجميل ده كله طيب انا بقى هنا هل ان احنا نحفظها اه لازم برضو نحفظها زي التانية فانا عندي فكرة لطيفة احنا دلوقتي تعالوا نرجع مع بعض احنا عندنا كم ورقة يجب حفظها فاول واحدة خالص في الدفريشياشن كنا عاملين ورقة للدفريشياشن لتكامل كل الدولة التريجيومتريك لكل تفاضل سواء تفاضل او تكامل اللي هما اللي هو الدولة المسلسية فانا هلاقي ان انا عندي جدوى واحدة فيه ورقة وفيه ورقة تانية كانت لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وممكن نلغي الاولى بتاعت التفاضل دي لانه اصلا في جدول انا عملته لكم في التفاضل والتكامل سوا اللي هو ده ودول الورقتين يبقى انا كان عندي خمس ورقات الخمس ورقات دول يتعلقوا على الحيطة عشان طول الوقت وانتوا شايفينهم تحلوهم وتذكروهم بشكل مستمر هل ده هيفرق اه هيفرق جدا جدا معاكم فيا جماعة نركز في الحاجات دي هي حاجات بسيطة بس هتلزق في دماؤكو طول العمر فهتبقى واضحة يعني هتسهل بعد كده اي حاجة اي حاجة بتعتمد على الدول المسلسية سواء تفاضل او تكامل هتبقى سهل تمام طيب انا بقى لو عايز اجيب كومة كوزاين اكس في كوزاين واي هو ده القانون هتطبق هذا القانون القانون عبارة عن كوزاين اكس زائد واي زائد كوزاين اكس مينس واي على اتنين طب انا ممكن اديكم الكبيرة دي وابقى عايز اوصل لمين لدي صح؟ يبقى ممكن العكس فنخلي بالنا برضو بالا الأفكار المتنوعة والمختلفة يعني برضو دي لازم ناخد بالنا منها تمام؟ يعني ممكن اديكم كوزاين اكس زائد واي زائد كوزاين اكس مينس واي على اتنين وديكم اختيارات اقول لكم هل هي ساين اكس ساين واي هل هي ساين اكس كوزاين واي طب هل هي كوزاين اكس كوزاين واي فانتو هتكونوا عارفين الاجابة السليمة صح كده طيب يعني في حاجات كده نازم we have to think outside of the box لازم تفكروا خارج الصندوق تفكروا في كل حاجة ممكن تيجي فبالتالي في بعض الفاكشنز المهمة اللي لازم نعرف نوعها زي الايفن والاضفاكشنز دول دلتين من الدولة المهمة جدا ايضا البريادك فاكشن واللي هنشرحها بشكل تفصيلي فدي من المواقع من الفاكشنز الهامة جدا فتعالوا مع بعض نعرف الفرق ما بين الايفن والاضفاكشن دلوقتي اول حاجة الايفن فاكشن هي لها انا في البداية بجيب ده اللي اسمها افو في اكس الاول واجيب دلة تانية اللي هي الاف عند الماينس اكس لو الاتنين طلعوا بيصووا بعض يبقى تمام الدلة دي ايفن طبعا ده الاسلوب الاولاني القديم انا هخليكوا تشوفوا اي دلة تشوفوها تعرفوا هي ايفن ولا قد ان هي دلة زوجية او دلة فردية بسهولة يبقى الايفن فاكشن دي ترجمتها ايه ترجمتها دلة زوجية تمام فانا هعرفكوا دلوقتي واحنا بنحل ازداء اقدر اعرف الدلة زوجية اوفر دية بسهولة جدا وبشكل سريع تمام ولكن خلينا الاول نبص نلوك اعت او نلقي نظرة كده على الديفنشن على تعريف الايفن فاكشن او تعريف الدلة الزوجية الدلة بتبقى زوجية امتى لازم دي تكونوا معلومة عارفينها دلة بتبقى زوجية لو الاف اوف اكس بتساوي الاف عند المينس اكس يبقى الاف اوف اكس عند الاف مينس اكس وقتها بتحقق الشرط ده الدلة هتكون دلة ايه دلة زوجية تمام طيب تعالوا نشوف دلة كده مثلا انا عندي الدلة دي اعيز اعرف هي زوجية ولا لأ الاف اوف اكس تساوي تلاتة اكس اصي اصي اربع ناقص اكس اصي اصي اتنين زائد اتنين دي دلة يا جماعة دلة زوجية اعيز اتاكد انها زوجية واسبق ده بقى اجيب الاف اوف اكس قدامي واجيب الاف مينس اكس قدامي اهو يبقى دي الاف اوف اكس هكتب برضو قدامي دلوقتي ال f عند الماينس x تمام؟ طيب يعني ايه f ماينس x؟ يعني ارمي كل x وحط ما كانها ناقص x تعالوا نعمل القصة دي يبقى ناقص ال x ارميه وحط ما كانها ناقص x الكل قصة 4 ناقص ال x ارميه وحط ما كانها ناقص x الكل قصة 2 زائد 2 تعالوا نحلها بقى يبقى 3 في ناقص x الكل قصة 4 هيديني ايه؟ هيديني 3x قصة 4 اهو ليه؟ لان العدد الزوجي بيلغي السالب فبقى 3x قصة 4 ناقص السالب برضو ده عدد زوجي الزوجي بيلغي السالب اللي هنا يبقى تبقى x تربيع زائد 2 لو بصنا على دي اللي هي ال f عند السالب x هلا هي نفسها يمين هي ال f of x يعني ال f of x طلعت بتساوي ال f عند السالب x خلاص يبقى على طول الدلة دي ايه؟ هي دلة زوجية او ما تسمى بال even function الدلة الزوجية even even function اذا الدلة الزوجية عشان اثبت انها زوجية بقول f of x تساوي ال f عند الماينس x تمام؟ ده اللي احنا بنعمله اعتقد دي ما فيهاش مشكلة ولكن انا قلت ان انا اقول لكم على طريقة زكية جدا مسهلة قوي ان انتو تعرفوا الدلة دي زوجية ولا لا؟ تمام؟ بس بعد اثنين سلايد بس دي لازم تكونوا عارفينها كمعلومة ان ال f عند الماينس x تساوي ال f x اه ساعتها دي تبقى دلة ايه؟ زوجية مهمة جدا بقى ان احنا نشوف التوتيوت الدلة يعني ايه التوتيوت الدلة يعني شكل رسمة الدلة وشكل رسمة الدلة الحياة من الحاجات المهمة مش بس السبب عشان بس اه يعني ان انا بشوف الشكل وخلاص لأ هو الشكل مهم عشان تعرفوا خصائص الدلة الزوجية ماشية ازاي دي دلة زوجية ليه؟ لان هي ده كده متبحورة حول محور y يعني الدلة عاملة كده ده بصو ده خط ده محور y مش ده ال y axis اللي هو محور الصدات محور y الدلة عاملة كده الرسمة رسمة الدلة خلينا نرسمها من لون اللخدر عاملة كده ازا الدلة دي متمثلة والجزء اللي في الشمال هو نفسه الجزء اللي في اليمين بس متمحورة حوالي محور ايه؟ y يعني بالعرب كده اللي بيقطم الدلة بيخليها نفس الجزء اللي في اليمين هو الشمال اللي بيقطمها مين؟ مين اللي بيقص الشريط y يبقى y محور y ده لما بيقطع الدلة بيقطعها القسمين متمثلين اللي هو السيمتريك متمثلة بتبقى متمثلة حول محور ايه؟ y يبقى من خصائص الدوال الزوجية خصائصها ايه؟ انها نكتب كده متمثلة حول محور ايه؟ y يبقى دي معلومة مهمة استفدناها انها متمثلة حول محور y يعني ممكن يجي ايه؟ ممكن يجيلكوا رسمة ويجي اختيار هل الدلة دي زوجية ام فردية؟ لو لقيتها متمثلة حول محور y يبقى على طول على طول اوتوماتيك الدلة دي ما لها؟ هزي الدلة ايه؟ زوجية يبقى الدلة بتبقى زوجية امتا؟ لما تكون متمثلة حول محور ايه؟ y متمثلة حول محور y الدلة بتكون متمثلة حول محور y امتا؟ في حالة الايه؟ الدلة الزوجية اعتقد دي ما فيهاش كده مشكلة يا رب تكون سهلة يبقى embarrassing متمثلة حول محور y متمثلة حول محور y بتقطم الايه؟ الدلة فعلا هللاقى الجزء اللي في اليمين هو النفس الجزء اللي في الشمال قده الجزء اللي في اليمين مستقيم كده واللي بيقطعها محور ايه Israelites محور Y محور السادات يبقى محور السادات هو اللي بيقطع الدلة الزوجية وبتتمحور حواليه الدلة دي مهمة فعندنا معلومتين دلوقتي الاف وف اكس بتساوي الاف عند الماينس اكس في الدلة الزوجية وكمان الرسمة بتبقى متمحورة حول محور واي كل دي خصائص للدلة الزوجية كل ده هيفيدنا في ايه تاني هيفيدنا في الفوريه سيريز تمام فاربقا التركيز طيب خلينا نشوف الدلة بقى القد فاكش يعني قد برافو اللي هي الدلة الفردية الدلة الفردية بتحقق امتا بقى بتتحقق لما الاف عند السالب اكس تساوي سالب اف اكس بتتحقق في هذا الايه المستوى تعالوا نشوف تعالوا نجيب الاول اف عند السالب اكس اف عند السالب اكس يعني ارمي كل اكس من الدلة الاصلية واعوض عنها بسالب اكس يبقى ارمي الاكس دي وحطها ما كانها سالب اكس لكل قس 3 وبعدين زائل اربعة مضروبة في سالب اكس. يبقى انا كل اللي انا عملته عملت ايه? رميت الاكس وعودت عنها بسالب اكس. هنا ده هيديني ايه? هيديني سالب اكس والثلاثة. لان ده رقم فردي مش هيلغي السالب. طيب وهنا اربعة في سالب اكس يديني سالب اربعة اكس. دي مين دي يا جماعة? دي الاف عند السالب اكس. دي حصلت? حصلت على الاف عند السالب اكس. لما رميت كل اكس وحطت مكانها سالب اكس. تمام? طيب. نيجي في اللي بعديها. طيب لما اجي اجيب بقى ما يسمى بالسالب اف اكس. هعملها ازاي? سهلة. هقول سالب برا. وحط الاف اف اكس. ما انا عايزة سالب اف اكس. يبقى سالب وبعدين احط الاف اكس. الف اكس اللي هي كام? اللي هي اكس والثلاثة زائد اربعة اكس. هوزع السالب يمين وشمال يديني سالب اكس قس ثلاثة ناقص اربعة اكس. تعالوا نحط دايرة لطيفة هنا. على دي. دي اللي هي اف قس سالب اكس. ودي ناقص اف اكس. هنلاقي اللي حصل. دي طلعت بتساوي دي. زيها. يعني الاف عند السالب اكس لما حسبناها طلعت بتساوي سالب اف اكس. ده شرط مين يا جماعة? ده شرط تدلل ايه? الفردية. وده اللي هنلاقي موجود. اف سالب اكس اهو طلعت بتساوي دي. ودي اللي هي ما هي الا مين? هي برضو الماينس اف اكس. يبقى بكتالي هنجد ان احنا عندنا ايه? متحقق الشرط ان اف مينس اكس هي هي مينس اف اكس. يبقى ازا ان الدلة برضو الفردية ليها شروط. لها لازم الشرط ده يتحقق. وبردو ليها شكل رسمة معين. بيكون محقق. وخواص معينة. في اتفانتج معينة ميزة كده لما شوفها او الاو دي الدلة دي فردية. تمام? يبقى اه برضو تعالوا نبص على الرسمة في الدلة الفردية. رسمة الدلة الفردية طول الوقت هنا هتلاقي دي مش متمحورة حول محور واي. يعني هنا مين اللي قسم ده محور واي اهو? هل الواي ده قسم الدلة للنصين? لا. لو حد ركز مش هيلاقي الدلة قسمة الوصين بسبب الواي. الدلة مقسومة نصين عند محور مين? عند نقطة الاصل. عارفين امتى الواي كان هيقسمها نصين لما تطلع كده فوق? يبقى محور واي هو السبب فعلا. لكن كده هي مشي كده. اللي قطعها نصين هو نقطة الاصل. يبقى نقطة الاصل هي اللي بتقسم الدلة النصين. برضو كذلك دي نقطة الاصل هي اللي قطمتها النصين. وهكذا هنا. يبقى ازا من خواصة ده ولا دي انها بتكون يعني بتكون يعني ايه? يعني متمثلة حول نقطة الاصل. تمام? يبقى الدلة دي متمثلة حول نقطة الاصل. اللي هي الايه? اللي هي الدولة الايه? الفردية. يبقى الدلة الفردية لها شرط اللي هو F of X. F of minus X. تساوي minus F X. وكمان لها شرط الرسمة. انها تكون متمثلة حولين الايه? حولين نقطة الاصل. تمام كده? طيب. دي ده بالنسبة للجزء ده. ارجو ان هو يكون واضح لدى الجميع. موضوع التماثل حول نقطة الاصل. وكمان الايه? الشرط الاساسي. اللي لابد انه يكون ايه? انه يكون متحقق. طيب. اه ده برضو بشكل عام كده خلينا نشوف. اولا لو انا بصيت بصة كده سريعة. على الفاكشن اللي قدامنا دي. هنلاقي ان الدلة دي كده. دي زوجية. من الرسمة. ليه? لان محور Y هو اللي اسمها نصين. يبقى دي دلة ايه? Even function. Symmetric حولين ال Y axis. اهو انا كانت بتاحت كل واحدة كل حاجة. Symmetric to Y axis يعني متمثلة حولين ال Y. وeven يعني زوجية. يبقى اذا نهي محققة الشرطين. طب نيجي لدي. ايه اللي اسمها نصين? برافو نقطة الاصل. يبقى دي دلة على طول ايه? دلة فردية. يبقى حققنا الفردية عن طريق ايه? عن طريق نقطة الاصل. اللي دي تقسمت عن طريق نقطة الاصل. طب ودي تحققت انها Symmetric امتى? لا دي مش يعني حوالين دي Symmetric حوالين محور ال X. صح? حتة يمين وحتة شمال وال X هي اللي في النص. اذا انا ما قلت الشرط للحتة دي. يبقى دي على طول طالما هي Symmetric او متمثلة. لو متمثلة حول X يبقى هي نقطة فاكشن. يعني ايه نقطة فاكشن? يعني دي مش دلة. دي مش دلة بالنسبة لي. يبقى هي يا امة تكون متمحورة حوالين Y او متمحورة حوالين نقطة الاصل. اعتقد كده سهلة. لو متمحورة حوالين ال Y تبقى هي ايه? ايفن فاكشن. دلة زوجية. لو متمحورة حوالين آآ نقطة الاصل هتبقى اسمها ايه? اوت فاكشن. طب لو لقيتها متمثلة حوالين ال X. يعني ال X هي اللي حتة على يمين والشمال. وال X هي اللي في النص ما بينهم. آآ. دي قال لك انها نقط ايه? نقطة فاكشن. زي ما انا كدبالكو كده. تمام? فدي برضو من الحاجات التريكي المهمة جدا. بس زي ما اتفقت معاكم. انا هقول لكم طريقة سهلة. احنا بس لازم تكونوا عارفين المعلومات دي. عشو ممكن اسألكو فيها. ممكن اسألكو فالكو F of X بتساوي مينس F of X. يبقى هزي الدلة ايه? طب لو F of X بتساوي F عند المينس X. يبقى دي الدلة ايه? ده شرط الدلة الزوجية. ده مكتوب في السلايد واضح. وبرده لو مينس F of X تساوي F عند المينس X. آآ دي دلة فردية. يعني الرسمة دي دي اللي فردية آآ. يبقى هتحقق الشرط ده كمان. طيب والزوجية دي هتحقق اي شرط? ان الف of X تساوي F عند المينس X. تمام كده? يبقى دي برضو احد النقطة المهمة. دي مش هتحقق حاجة ولا هتحقق ايه ولا ده. لانها ليست دلة زوجية ولا دلة فردية. تمام? طيب. في النقطة السهلة اللي قلت عليها بقى اللي انا هشراح لكم هتبقى سهلة اللي هي من الخصائص اصلا للدلة الزوجية والفردية. وترجمتها برضو هنزرها لكم آآ يعني دلوقتي. هنتكلم فيها. ترجمت اللي اربعة عبارات دول. آآ الدلة الزوجية والدلة الفردية. تمام? اولا لو انا عندي دلة X او الساربعة. على طول. اول ما اشوف الرقم ده دي هتبقى اولا طول ايه? زوجية. ليه? عشان الباور زوجي. بس من غير ما ارسم. من غير ما اشوف اللي هو اللي هو اللي الف قص سالب اكس والاف عند السالب اكس. لأ مش هشوف القصص دي. انا على طول. هلاقي الباور. الباور. زوجي يبقى دلة دي زوجية. طيب. لو اكس قص خمسة يبقى دلة دي ايه? فردية. على طول. طيب. تعالوا نشوف مع بعض بقى. لو اكس قص اربعة زائد اكس قص ستة. اه. يبقى دي زوجية. مجموعة على واحدة تانية زوجية اختها. اه. يبقى الناتج زوجية برضو. يبقى مجموعة دلتين زوجيتين يديني دلة زوجية. يبقى انا بشوف الباور. القص. لو رقم زوجي يبقى خلص يبقى دلة زوجية. لو رقم فردي يبقى دلة فردية. اعتقد ما فيش اسهل من كده. مجموعة دلتين. زوجيتين. يديني دلة زوجية. وانا هسمح لكم باستخدام الخصوص. تمام? لما يبقاش في اي مشاكل. طيب. تعالوا بقى نشوف مع بعض. لو اكس قص ثلاثة زائد اكس قص واحد. طبعا ممكن اكتبها اكس بس. ودي كأنها قص واحد عادي. دي دلة ايه? فردية طبعا. ليه? لان اكس قص ثلاثة ده رقم فردي يبقى دي فردية. وده كأنها قص واحد يبقى دي فردية. لان الباور واحد ما بيتكتبش. يبقى فردية زائد فردية يديني فردية. لان مجموعة دول الفردية يديني فردية. طرح الدول الفردية يديني فردية. جمعة دول الزوجية يديني زوجية طرح الدوالي الزوجية يديني زوجية طب لو واحدة زوجية زائد واحدة فردية دي طبعا فردية الاولى دي ودي زوجية يديني ايه ليست دلة بس كده تمام لو عندي رقم ثابت زي التلاتة مثلا لأ دي باعتبارها دلة زوجية الرقم الثابت تلاتة اربعة خمسة اعتبره دلة زوجية تمام تعالوا نشوف بقى ازاي ممكن نحل هديكو اجزامبل بقى عشان نحل بالخصائص بقى طبعا ده اجزامبل اول واحد ده اكس قس تلاتة ناقص اكس طبعا الناس الشطرة حلتها ده قس تلاتة يعني رقم فردي يبقى الدلة دي ايه فردية صح كده ناقص دي قس واحد يبقى الدلة دي ايه فردية صح كده طرح الدول الفردية يديني ايه فردية اتحلت طب تعالوا نشوف دي اكس قس اتنين اكس قس اتنين ايه دي زوجية ليه لان الباور زوجي زائد احنا اتفقنا رقم ثابت يبقى زوجية يديني ايه مجموعة دول زوجية يديني زوجية يبقى تماني دي بقى اكس قس تلاتة اكس قس تلاتة دي ايه دي فردية برافو ناقص واحد الواحد دي اعتبرنا ايه قلنا ان هو يبقى دلة زوجية فردية زائد زوجية يبقى ليست ايه ليست دلة بس كده هو ده زي ما تقولوا المضمون فهو ده هدفي من المحاضرة ان انتوا تشوفوا المسألة على طول تعرفوا ايفن ولا اود زوجية ام فردية ده هيفدنا في ايه هتشوفوا اهمية كبيرة للكلام اللي انا بقولوا ده في الفوريه سيرز هتقولوا شكرا هتقولوا لي شكرا ليه لانها هتسهل لي ايجاد الاي نوت والبي نوت والفاكرين الكوفيشنت الناس اللي مذكرة بعيبها من الاول اول محاضرة بدأتها للفوريه سيرز قلتلكم ده ده القانون العام للفوريه سيرز وهدف ان انا اجيب قيمة المعاملات فانا هدف ان انا اجيب الاي نوت والبي فانا بجيبهم هجيبهم بكل سهولة الفوريه الايفن والقد هتسهل القصة دي وده اللي هنشوفه مع بعض من خلال لما نيجي نشرح الفوريه سيرز كمان شوية هتشوفوا القصة دي بقى بنفسكم تمام فعشان كده يا رجام بس اول ما نشوفها بمجرد النظر يبقى الموضوع بالنسبة لكم لطيف وسهل وفوش مشكلة فده اللي انا قلت لحضراتكم عليه دي اكس قس ثلاثة ناقص اكس خلاص قلنا فردية ناقص فردية طبعا الاولى دي انا كدبالكو بالتفصيل تعالوا نقرأها بس عشان يبقى الكلام موضح ليكم اكس قس ثلاثة از ان اكس وز اود باور يعني ايه يعني دي عباية عن اكس والباور لها تلاتة طبعا لما الباور ليها هو باور رقم فردي يبقى ازا هزيه دل ايه اود فاكشن يعني دل ايه دل فردية طيب الاكس لها باور واحد طبعا ما بتكتبش يبقى دي برضو دلة ايه دلة فردية طيب احنا قلنا ان دلة فردية ناقص دلة فردية يديني ايه يديني اود فاكش تمام يبقى عشان كده ده اود تمام فدي دلة فردية زي ما قلنا فخلاص اول ما تشوفوا اي رقم اي اكس تبصوا على الباور ليه لو فردي يبقى فردية لو زوجي يبقى زوجية اعتقد ما فيش اسهل من كده هنشوف شكل الدلة دي دي اتش اكس بتساوي اكس قس اتنين زائد واحد فانا لو عايز اشوف دي زالة زوجية ولا فردية هبص على الباور الباور هنا اتنين فالباور هنا زوجي طيب والباور هنا دي دلة برضو ايه زوجية تمام يبقى الدلة زوجية ليه لان احنا اتفقنا ده سابت رقم سابت الواحد كان نقص زيرو فيبقى ايه دلة زوجية يبقى برضو دي دلة زوجية زي الدلة زوجية يبقى ايه في النهاية برضو يبقى دي دلة ايه ايفن دلة زوجية طبعا ترجمة الايفن اللي ايه زوجية تمام اعتقد قلناها قبل كده تمام فده بالنسبة للا ايه لمعرفة برضو الميزال التاني او حل الاكزامبل التاني بالنسبة لو عندي اكس سكوار زائد واحد اعتقد دي مفهاش مشكلة تعالوا نشوف اللي بعدها دي اكس قس تلاتة ناقص واحد لو بصنا عليها اول حاجة هبص على اكس قس تلاتة خلاص قلنا الباور تلاتة يبقى دي ايه دي اود خلاص تمام اا الواحد قلنا ان ده ايه خلاص المفروض تبقى ايفن يعني زوجية فبالتالي طرح دلة فردية من دلة زوجية ما لا يصح هذا الكلام وبالتالي بنقول هي ليست زوجية هي ليست دلة زوجية ولا دلة ايه فردية تمام اا ده كده بالنسبة للدويل فايزا كده بمجرد النظر اول ما شوف اي دلة هعرف هي دلة زوجية ام فردية بكل سهولة طيب اه نيجي بقى للجزء التاني اللي هو البريودك فاكشن يبقى احنا كده دلوقتي انتقلنا خلصنا الايفن فاكشن وبقت سهلة ودلوقتي شغالين على القد فاكشن واشتغلنا عليها بردو طيب دلوقتي نشتغل على ايه اللي هي الحالية بقى حاجة اسمع البريودك البريودك ايه البريودك فاكشن ترجمتها ايه الدلة الدورية تمام يعني ايه الدلة الدورية دلة دورية يعني بتتكرر باستمرار طبعا في ناس فاكرة الكلام اللي انا قلت قبل كده وبتحاول تسترجع معلومة انا قلتها عن الدلة الدورية وانا قلت الكلام ده فعلا لو تفتكروا فاول محاضرة شرحت فيها التري جيومترك اللي هو الخاص بالدوالة المسلسية وشرحت لكم الساين وكان لها زي شكل معين كده الساين عملا كل شوية عملا تبقى دورية يعني لها نفس البترن كل شوية دي مين دي دي الساين واحنا اتفقنا الدوالة المسلسية دي مهمة عشان مين عشان الفوريه كل ده احنا بنفرد مساحة للفوريه سيرز عشان لو بدأت على طول عليها هتقولوا ليه هو ده معناه ايه وده معناه ايه وده معناه ايه لازم تفهموا المعاني دي الاول وبعدين نبدأ نقول ايه هي الفوريه سيرز عشان الامر ما يكونش صعب عليكم فعشان كده ببدأنا نقسس عملنا ريفيجن الاول للكالكولوس وبعديها بدأنا في التري جيومترك وبعديها بنشرح شوية فاكشنز كده مهمة هتساعدنا ولازم تكون معروفة تمام ولازم تكونوا كلكو ايكوال يعني في ناس شطرة جدا عارفة الكلام ده في ناس في ناس ما درستوش الكلام ده فلازم ياخدوه وهكذا فده مهم فالبريودك انا قلت عليها هنت في الحتة دي في الايه في الدولة المسلسية دي كانت الساين فهنا دلوقتي هتلاحظوا بدأنا نجمع دلوقتي بدأنا نجمع الدولة المسلسية مع البريودك بدأنا ايه نزبط الدولة هتلاقوا بقى دلوقتي كمان شوية الفوريه سيريز دا ما اتكلم هتعرفوا الحكمة من كل اللي شرحناه في المحاضرتين اللي فاتوا وخصصناهم عشان ك فتعالوا كمعلومات رؤيسية يعني لمتسلسلة فوريه او متسلسلة فوريير كما اطلقنا عليها فتعالوا نشوف بقى في البريودك اللي هي التالت فوكشن معانا في الحوار دا بعد ما شرحنا الeven فوكشن والأود فوكشن اول حاجة التالت واحدة اللي هي البرريودك فوكشن البرريودك دي دلي دايما بتريبيت ريبيت اسكول زا بريودوففوكشن يبقى اذا انتربائل اوور ويتش ي بريودك فوكشن ريبيت اسكول زا بريود فوكشن وهو بقول لي ايه تعالوا نقر بس الأول للجملة اللي في المربع عشان نكون فاهمين يعني بيقول إن الفاكشن اللي ليها باترن أو منامط معين يتقرر كل مرة ده بنسمي إيه؟ بنسميها بريوديك فاكشن دلة دورية والدور أو البريود أو المسافة المسافة دي هي دي المسافة اللي بحسبها فأنا دي مثلا هسميها إل إحنا هنسميها إل تمام دي هنحتاجها ده إل اللنس يعني طول الفترة هي بتتكرر كل إيه؟ بتتكرر كل إلنس معين دي مثلا ممكن تكون بتتكرر بعد باي باي دي ليل 180 درجة بعد 180 درجة نلاقي الدلة تهين تكررت بنفس الشكل فاكرين المسألة اللي كتبتها لكم وكان ليها كل الدلة الدلة كانت كوزاين إكس كل عند كل أربع أربع مرات تتكرر نفس الأرقام تاني كل ما عمل لها دريفاتيف كل ما عمل لها تفاضل أربعة 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 وقلتلكوا هتولي التفاضل رقم سبعة وعشرين فهتلاقوا الدلة دائما متكررة فهي دايما بتتميز الدوال المسلسية إنها دوال متكررة بالشكل ده دوال بريوديك يعني تمام؟ شكل الرسمة تاني زي ما عملنا مع الـ Even والقد ده شكل الرسمة شكل الرسمة بصوا واخده شكل بترن أهو ده البترن تمام؟ تعالوا ناخد البترن التاني بلون تاني أزرق مثلا أهو إيه رأيكم كده؟ البترن اللي بالاخدر هو نفس البترن اللي باللازرة بتتكرر نفس المنظر تمام؟ فهو نفس الشكل والبريوت حجمها قد إيه؟ حجمها تنين باي هي واخدها تنين باي واخدها دي دالة واحدة ده البترن الأولاني واخد قد إيه؟ من زيرو الباي ده باي من صفر الباي المسافة دي أكيد باي ومن ناقص باي لتنين باي ده باي برضو يبقى المسافة دي اللي دي كلها على بعضها تنين باي عشان كده قالك تنين باي ودي برضو تنين باي وهتلاقي اللي تنين باي دي عمالة تتكرر اللينس المسافة للدلة كلها بتتكرر كلها قد إيه؟ فده إيه؟ فده البريوت المسافة هنا باي برضو دي دالة تانية ترسمت أولا الدلة دي اسمها ساين ساين إكس اللي انا قلتها لكم قبل كده اللي هي الرسمة دي ورسمناها أصلا في المحاضرة قبل كده اللي أدية لها دورية كده لكن دي اسمها إيه اسمها تان إكس تان إكس يعني харاملة إزاي عاملة كده ده شكل التان وهلgeon لقىải عمونا تتكرر بنفس الشكل ملاحظين نفس الشكل كل شوية طب المسافة دي قد إيه المسافة دي قدرت إنها باي تمام إيبقى إذن المسافة دي من هنا لها إنها لها باي من هنا لا نوعية وخدة الرنج ده باي المسافة دي باي طبعا من صفر الباي من صفر الباي فإذا الدلة بتتكرر من صفر الباي تمام؟ بنفس الشكلة هو من صفر الباي اتكررت فالدلة الحقيقة اللي هي البريودك هلاها بتاخد بيترن معين كل شوية وليها بريود ليها مسافة معين المسافة دي لازم نكون متعرفين عليها وإحنا بنحل الفوريير سيرز تمام؟ وإحنا قولها ممكن نقول عليها فوريير أو فوريي الاتنين صح فدل إحنا بنبدأ إن إحنا نتعرف عليه من خلال الدل وهنشوف بقى همية الكلام ده دلوقتي فالفوريير سيرز لازم نكون عارفين إيه بقى هو ده بقى اللي بنتكلم عنه التري جيومترك صح كده التري جيومترك فاكشنز الدوال اللي هي الدوالة المسلسية سواء كان تفاضلها أو تكملها وده شرحنا بشكل تفصيلي وكمان لازم نكون عارفين والأود فاكشنز وكمان لازم نكون عارفين لإيه البريودك تمام فإحنا عندنا دلوقتي يا جماعة تلت حاجات لازم نكون عارفينهم قبل ما ننتقل دلوقتي للفوريير سيرز عشان نكون مستعدين إن شاء الله فالجزء اللي جاي ده هتلاقوه بقى سهل بأمر الله سبحانه وتعالى لإن خلاص إحنا أخدنا أساسياته بطريقة سهلة وبسيطة بأسلوب معين خلاص فهنلاقي اللي جاي برضو سهل فده ده مهم لكن لو جيت شرحت الفوريير سيرز الأول بدون هذه الخلفية كنت هتلاقوه الدنيا مش هتبقى أحسن حاجة فتعالوا نشوف دلوقتي الفوريير سيرز فأبسط طريقة شرح ممكن إن شاء الله هتلاقوه الأمور سهلة جدا جدا بإذن الله تعالى فتعالوا نشوف مع بعض طبعا الدلة دي خلاص مش مخدودين منها وأنا أصريت إن أنا أكتبها قبل كده أول مرة ونصحتكم أن أنت تحفظوها معرفش عملته كده ولا لأ بس ده شكل الدلة ده شكل دلة الفوريير سيرز تعالوا نتعمق في شكل الدلة كده عن قرب بقى أكتر عندي حاجة اسمها A note وAN وBN شايفينهم طبعا دول ثلاثة كووفيشن دي اسمها إيه كووفيشن الكووفيشن دي ما لها محتاجين إن إحنا نحصل عليه هنا بالنسبة لي مجهولة على فكرة بقى الحاجات دي هتنزل زي ما هي في الدلة ما فيهش مشكلة هي البس إحنا بندور دلوقتي على قيم ال-A note وال-AN وال-BN كده هبقى حلات الفوريير سيرز وخلصنا ما فيهش مشكلة طيب ال-Fx ده الدلة نفسها طمام وال-L دي اللي هي طول طول الدلة الطول اللي أنا قلتلكوا عليه اللي هو طول وبي واتنين باي اللي احنا بنحسبها من ال-Beriodic fraction من الدلة ال-A الدورية تمام فهي دي ال-L طيب تعالوا مع بعض نشوف كده إزاي هنحل ما هو قادم تمام بس قبل ما أحل ما هو قادم أنا هدف إن أنا أحصل على قيمة من A نوت و-AN و-BN فأنا عايز أحل ما هو قادم أحله عن طريق هذه القواعد إيه بقى دي القواعد دي تعالوا نشوف ال-A نوت قيمتها بتساوي إيه آه بصوا بقى الكلام ده الكلام اللي أنا بقوله المهم ال-A نوت عبارة عن 1 على L في تكامل منس L لل L في ال-F of X مثلا لو ال-F of X بخمسة بخمسة بX قس 2 مثلا تعالوا نسهلها بس عشان نقرب الصورة ده قانون يعني دي قوانين يجب حفظها من الأول كده تمام القانون ده مع قانون الفورياء لازم يتكتبه تحت بعضه ويتحفظه ده أول نقطة طيب ال-A نوت بقى ال-A نوت بتساوي واحد على L ال-L ده رقم اللي هو طول ال-A طول الدلة طول الدلة ده ممكن يكون باي فممكن أعوض عنها باي مش مشكلة خلاص احنا قلنا ال-L باي يبقى مينس باي لباي من مينس L لل في ال-F of X ممكن ال-F of X دي تكون X قس 3 دي X هكامل ال-X قس 3 دي X قس 4 على 4 ويبقى من مينس باي لباي ونحله تمام يعني المقصد الرئيسي من ده ان دي ال-A نوت بكامل بس هو ده ده القانون اللي هو طبقه سهل جدا لو عرفت قيمة L هحل المسألة وال-F of X طبعا اللي هو عيد ده لي في السؤال بس طب ال-A N بتساوي ايه بقى ال-A N بتساوي واحد على L من مينس L لل-L في ال-F of X كوزاين N في X باي على L وهكذا بالنسبة لل-B N هي عبارة عن ايه واحد على L في تكامل من مينس L لل-L في ال-F of X ساين N في X باي على L دي X تمام طب يبقى ايزا الثلاث قوانين دول ما فهمش حاجة دول ثلاث قوانين مهمين جدا بس تخدمهم في حالة ايه في حالة ايجاد لايجاد قيم ال-A نوت وال-A N وال-B N لل-Furier Series فانتا احنا نشوف ايجزامبل طبعا على القصة دي عشان بس الامور تبقى very close to us تبقى وريبة جدا مننا ده بقى النوت المهمة النوت المهمة الا وهي ايه بقى انتو متخيلين يا جماعة لو عرفت ان الدلة دي زوجية لو هو قال لي مثلا هاتيلي الفوريير Series لل-F of X لما ال-X قس ثلاثة تبقى X قس ثلاثة تمام طيب ما انا مدياكو كده ال-F of X جاهزة F of X قس ثلاثة او F of X قس ثلاثة او F of X قس ثلاثة على طول مش انا كنت بدور انا هدف الرئيس ان انا اعمل ايه ادور على ال-ANوت وال-BN وال-AN هدف ان انا ادور على دول انتو عارفين اول معرف ان الدلة زوجية خلاص ال-BN بزيرو يعني ممكن اصلا اديكم مسألة وقلوكو اوجدولي ال-BN لهذه الفوريير سيرز فال-BN فتبصوا عن ال-F of X تلاقوها تلاقوها زوجية خلاص هتعرفوا على طول ان ايه ان ال-BN بكام بزيرو على طول من غير المسألة السؤال مش ااخد دي امع معنا هياخد ثانية ليه لان اول ما نعرف ان الدلة زوجية يبقى خلاص ال-BN اللي انا بسألكو عليها في السؤال هتبقى بزيرو طب نفترض ان السؤال كان صح او غلط اقول لكم ال-BN is equal to zero for this for your series لازي الدل هتقول لي او صح هي فعلا هتساوي سفر عشان الدلة زوجية مثلا اذا في حاجات مهمة كده هتبقى سهلة بس لازم الطالب يكون رابط المعلومات ببعض عارف ان الدلة لما تكون زوجية ال-BN هتساوي zero اذا مش هتطر حل تكاملات لان احنا عارفين في العادي ال-BN لها ايه قانون احنا لسه ايلموا في السلايد اللي فاتت حالا ليها قانون تكامل كذا كذا لكن انا مش هكامل بقى ما هرتاح من حتة دي هقوله على طول ان ال-BN هتساوي zero لان انا بصت عالبالة لقيتها ايه لقيتها زوجية تمام نبص بقى طب يا ترى لو الدلة فردية ايه اللي هيحصل اه هيحصل حاجات لطيفة جدا هلاقي ان ال-A zero بصفر وال-N بصفر ولكن ال-BN هي اللي هتحتفظ بالقانون اللي انا قلته في الاول هي اللي هيبقى ليها قانون في حالة ايه الدلة قد اعتقد كده دي سهلت عليكو كتير بيبقى مش هكامل بقى مش هستخدم القوانين التلات قوانين الرئيسية ان انا اعمل A نوت بتساوي تكامل واحد على L من مينس L القوانين اللي انا كتبتها في الصفحة اللي قبل قبل اللي فاتت دي مش هستخدمها لا على طول وانا مغمضة هبقى عارفة ان ال-A نوت وال-A N بزيرو لان الدلة دي مالها odd فردية تمام فدي طبعا very important note for you دي يعني نوت مهمة وملحوظة هامة جدا ليكو عشان تسهل عليكو الحل مش هقعد انا اكمل كل واحدة واجيب كده انضاع الوقت كده انا عرفت على طول ايه نوت والA N ايه بزيرو مباشرة تمام كده طيب تعالوا بقى نشوف القصة دي ممكن نحلها ازاي لو انا عندي ال-example القاتي شايفين المثال ده احنا بقى ال-example ده هناخده بالراحة كده عشان ده لو اتفهم يبقى اي سؤال تاني هيبقى واضح ولكن طبعا انا عارفة وقت المحاضرة limited فالمسألة نفسها بتاخد وقت طويل قوي فانا هاخدها واحدة واحدة طبعا في المتحم مش هنسأل هات ال-A note وال-A N وال-B N مش هنسأل على كل ممكن نسأل على واحدة منهم وممكن في واحدة منهم تعتمد على معرفة نوع ال-function لو انت معرفينه يعني مثلا دي ايه 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 اوست اتنين دي دلة ايه دلة زوجية طب والدلة زوجية معناها على طول اوتوماتيك لان ال-B N بكام بزيرو يعني مش هحتاج حسابها لو انا ما اديك السؤال نفس السؤال ده هو بقول لك find B N اوجد ال-B N على طول هتقول لي اه دلة زوجية خلاص ال-B N بزيرو فان الزيرو في الاختيارات هتختاره فاهمين الفكرة انا بحاول اوصل لكم بس الفكرة تمام لان احنا هنا مش بساطة تحل المسألة بالحل الكامل طيب لكن ممكن اسأل على ال-X تربيح في الدوين ده عادي ممكن اسألكوا عليها انتو تحلوها لسبب عشان قريلي موجودة في السلاي دوت فياجب انتو تكونوا مذاكرين طيب طيب انا هنا محتاجة ايه محتاجة بس اااكد تاني ده ال-example اللي لسه عرضت للوقتي دي ال-F of X لو نركز هنا هتلاقوا دايما في الجزء اللي بالصفر ده شايفينه انا هنا محتاجة قيمة هذا التكامل ولكن التكامل ده هياخد وقت طويل جدا عشان تعرفوا ان التكامل من صفر الواحد للدلة دي بيسوي الكلام ده فانا لو لقيتوا نفسكم محتاجين قيمة هذا التكامل هتعوضوا على طول عن قيمة هذا التكامل بهذا الرقم نخلي بالنا في المسألة هحتاج هقول لكم افتكروا ال-highlighted in yellow الجزء اللي انا عملت له highlight بالصفر في ال-A في التكامل عايزاكم تفتكروا بقى المقدار ده تكتبوه على جنب انتم معاكم وراء وقلم بعد الوقتي اتنين كوزاين in by على in تربيع by تربيع القيمة دي او التكامل الجاهز ده انا بقولكم في المسألة عشان اسهلة عليكم لانه ده لو اتحل هاخد هاخد حوالي ساعة ماشي عشان يتحل لانه ده بيتحل بحاجة اسمها ال-partial integration by parts و-integration by parts ده يعني اخد الجزء ده الوحده والجزء ده الوحده وفي جزء باعد افضله 3 مرات والجزء التاني باكمله 3 مرات واعد احلها في الاخر بطارية ال-ulv اللي انا شرحتها في سنة اولى في mass one تمام ولكن دي هتاخد لها وقت شوية لو انتو هتحلوها لوحدكم واحدة واحدة وطبعا لسه هتعوضوا بالحد الأدنى والحد الأعلى فهتاخد وقت انا عايزاكم لو سمحتوا فتكروا دي كويس جدا دلوقت تكتبوها عشان وانا بحل وانا جاي معكم في المسائل فدي انا معلومة هتديها لكم لما نيجي نحتاجها يعني هتلاقوا نفسك محتاج تجيب كمية هذا التكامل مش هتضطر تجيبه هتكون مديها لكم في المسألة كنوت او كهنت احيانا بيدو في المسائل حاجة اسمها هنت زي ما للمحكدة عشان الطالب الحاجات اللي بتضيع الوقت تبقى اي اهم حاجة اختبر فهم الطالب في حاجة معينة انا عايز اختبر فهمكو في الفوريير سيرز دلوقتي مش في التكامل ده فعشان كده بجيبه جاز عشان ما نضيعش الوقت تمام هنا دي الدلة تمام اف اكس اف اكس بتسوي كام بتسوي اكس قصة اتنين لو جيت ارسمها اه رسمتها ايه رسمناها طلعت كده واخدها من سلب واحد لواحد هو ايه اللي هاتي من سلب واحد لواحد طبعا هتتكرر بشكل بريودك كذا مرة تاني بنفس الشكل طيب هي واخدها رنج قد ايه بقى واخدها رنج كده اتنين قل ولكن اسمتها نصها هو نصها اللي انا هحتاجه ايه واخدها من واحد لسلب واحد طبعا المسافة دي مقدرها واحد والمسافة دي من صفر لسلب واحد مقدرها واحد انا مهتمة بنص المسافة يعني هي القل هنا بواحد انا طبعا ما لكوش علاقة بدي لان طبعا انتو ال ال هنا بتساوي كام يا جماعة ال ال بتساوي واحد ال ال بتساوي كام واحد طيب ال ال دي هتساعدني في ايه برافو في قانون التكامل مش هنا عندها تكامل من ال لسلب ال فانا لازم ال ال تكون معايا قمتها او من سلب ال 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 يعني طبعا طيب تعالوا نشوف بقى نحل المسائل ازاي يبقى خلاص انا عرفت ال ال وعرفت انها زوجية طبعا او من الرسم ده للتوضيح فقط ولكن ده مش هتحتاجوا في الحال في المسألة انا هقول لكم قيمة قل بكام هتديكو قل بوحد هكون معرفوكم قيمتها تمام تعالوا نحل بقى احنا عارفين ان ده شكل الفوريير سيرس و احنا عارفين ان احنا عايزين نجيبه للدلة اي اكس تربية وهي دلة زوجية تمام طيب و احنا عرفنا القصة و اللي فيها ايه القصة و اللي فيها بقى انه خلاص انه طالما الدلة يبقى انا اي نوت و بي نوت اه ليهم قانون تكامل لازم اطبق ولكن البي ان هي اللي بتساوي زيره بشكل مباشر ما فيقاش مشكلة اذا دورنا دلوقتي انا عايزة دلوقتي في المسألة دي اجيبها كاملة انا عايزة اجيب ال اي نوت وال بي نوت والبي ان البي ان بزيره فخلاص الترمي ده كله مش هيبقى موجود و انا بحل الفورية سيرز مش هيبقى موجود شوفوا انا بشتوبه ازاي عشان تبقى اوض حالس في دماغ يبايزا الفورية سيرز هتبقى ايه هتبقى مقصوصة هتبقى اوضح الحتة دي بس ماشي لان ايه لان البي نوت بزيره عشان اتبقى هدفي دلوقت اجيب البي نوت واجيب البي ان وعوض قيمتهم هنا في الفورية سيرز عشان انا بقى اجيبتها طيب انا محتاجة الانوت والبي نوت الانوت والان اجيبهم ازاي احنا قام بل لهم القانون دي ليها القانون ده ودي ليها القانون ده اتنين على L تكامل من 0 l اف او اكس دي اكس. ده في حالة الدلة الزوجية اخد بالكو رجعوا للقوانين. والاي ان هي اتنين على ال تكامل من زيرو ال ال اف او اكس كوزاين ان اكس باي ال دي اكس. شايفين? تكامل كوزاين انا محتاجينها. وهنا تكامل لو الدلة فيها كوزاين اهحتاج تكاملها برضو. وبقى نحل. دي الاي نوت طبعا اتحاليتها كده عشان تبقى اقول عشان تبقى الخطوات كلها قدامكم. ال ال بواحد متفقين. خلاص يبقى انا اعوض في القانون اتنين على ال يبقى اتنين على واحد. تكامل من صفر الواحد لان ال ال باي بواحد. تعالوا نعملها بلون مختلف. آآ وليكن هايلايتر مسلا بس عشان تبقوا شايفينها. دي الاتنين شايفينها. آآ دي ال ال. ممكن لو آآ آآ احاول امسح بس ال الهايلايت التو دي. تمام? طيب. احاول بس اكتب انا محتاجة اكتب. طيب. بالعادي. انا محتاجة دلوقتي خلاص اعرفت ان القل بآآ بآآ فانا عوضت عنه هنا بآآ. وهنا بآآ. فلو انا هشتغل على دي هعوض عن ال ال بآآ بآآ. طيب. تعالوا بقى نشوف سوا مع بعض ازاي ممكن ايه اكمل بقى اللي هو اللي انا بقول عليه ده. انا عايزة بردو ااكت تاني عليها. هايلايتد. ما ليش? ثواني. لازم هايلايت كده بس عشان انا عايزة الامر يكون واضح. يعني دي ال ال دي ال ال. هتلاحظوا ان الحاجات الهايلايتد ان يالو دي. دي اللي عوضت عن بيه عن قيمة L. L اللي انا المفروض هده لكم جاهزة كل مرة انها بكام? بواحد. واحد هنا في المثال ده بواحد. طبعا في مثال تاني ممكن اده لكم باي. ممكن اده لكم باي رقم تاني. تمام? دي بواحد. في المسألة دي هي بواحد. طيب. انا محتاجة اعمل ايه دلوقتي. محتاجة اعوض عن قيمة اللي بواحد. طبعا ال F في X هشلها وحط ما كانها كام. ال X تربيع ما هي دي الدلة اللي انا شغال عليها اللي هي ال X plus 2. طيب. وبعدين هكامل بقى. هكامل بالاسلوب السهل البسيط اللي احنا كلنا عارفينه. قالا وهو ايه بقى? قالا وهو ان احنا هنشتغل على ان انا اكامل اتنين على واحد باتنين عادي مفهاش مشكلة. تعالوا نكامل دي بقى. X plus 2 تكاملها ايه? X plus 3 على 3 معروف. بزود على البور واحد واخد البور الجديد في المقام. تمام? اهو. طيب وبعد ما عملت كده اه انا عرفت ان انا اخده من زيرو الايه? من زيرو الواحد. وعوض بقى. يبقى اللي اتنين تنزل زي ما هي. هنا X plus 3 على 3. نعمل ايه? نعوض عن ال X مرة بالحد الاعلى. ومرة بالحد الايه? الادنى. طبعا انتم عارفين القصص. طيب. فهنا هنا. طيب اهنا هنا خلاص. هنعوض مرة بالحد الادنى وحد الاعلى. فلو عوضت بواحد هيبقى واحد على التلاتة. يبقى واحد قسط تلاتة بواحد على التلاتة. نقص لو عوضت بزيرو ا Access제로. يبقى كده تمام. يبقى كده عوضنا بالحد الادنى والاعلى. لو حسبت ده بالقاط الحاسبة هيطلع لي ان الانورت بكام. باتنين على التلاتة يبقى الانوت بتساوي اتنين على تلاتة تمام؟ يبقى كده قدرنا نحصل على قيمة الاي نوت يبقى الاي نوت باتنين على تلاتة طب والبي نوت بزيرو خلاص اتفقنا ده دي طيارة جزء كبير جدا من الفوريير سيرز صح؟ محتاجين مين دلوقتي؟ محتاجين الاي ان الاي ان نرجع تاني للقانون الاي ان في حالة الدلة الزوجية في ورقة كده 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 بها لكم كده بالكو في حالة الدلة الزوجية الاي البي ان بزيرو والاي نوت بتساوي تكامل كذا كذا اللي هو التكامل ده والاي ان ليها قانون برضو تعالوا بشوف بقى قانون الاي ان مع بعض قانون الاي ان زي ما حضراتكو شايفين اهو وده اللي انا عرضته من وانا باعرض القوانين في حالة الدلة الزوجية عاملة ازاي؟ ده قانون الاي ان ما له الاي ان هو عوض برضو عن الال بكام بواحد يبقى ده بواحد وده بواحد واحد وواحد هنكمل عادي الأفو في إكس بكم يا جماعة بإكس تربية ودي تنزل زي ما هي اللي الكوزين دي ما يديه في القانون فقانون إيجاد الإئن طيب وبعدين خلاص أصبع عندي هذا الشكل الطلبة الشطرة بقى تركز كويس يبصوا كويس جدا جدا على الشكل اللي أنا عملاه بالأحمر ده مالوا بقى الشكل ده نركز كده يا شباب مع بعض عشان بس الأمر يبقى واضح تعالوا نشوف فاكرين الحتة دي اللي أنا قلتلكوا عليها بالأصفر هايلايتد إن يلو طبعا في نصف تقرت الحتة اللي هي التكامل اللي أنا عملته من صفر الواحد إكس تربيع كوزين إن إكس بواي قلنا الحتة دي مالها الحتة دي مالها قلنا دي لها قيمة معينة في التكامل وقلتلكوا اكتبوها في ورقة على جنب دلوقتي وأنا هبديها لكم جاهزة فدي قدر أرميها وحط مكانها الكلام الجميل ده صح؟ على طول من غير معتها بنفسي يبقى أنا دلوقتي ممكن أعملها بلون مختلف بس عشان طبقاتها بالله أقدر مثلا ده الجزء اللي بالله أقدر ده ده وريدي أنا بديهه وكمة التكامل بس فيه اتنين برة ناخدها في اعتبارنا يبقى الطالب اللي هيفتكر إن الإجابة هي الرقم ده لأ غلط مش صح لإن فيه حاجات وإحنا بنحل هحتاج مثلا فيه رقم برة فأنا هكتشف الطالب اللي مذاكر مش من اللي مش مذاكر بكده أنا محتاجة لسه بعض الرقم اللي جبتو ده أضربه في الاتنين ممكن فيه حاجات تتغير على حسب القيم فناخد بالنا لازم نحل بأيدينا برضو فأنا ديهو قيمة التكامل هنضربه في اتنين طيب قيمة التكامل لما اديهو لكم كانت بالقيمة اللي هي آآ دي فاللي هي دي فهضرب دفده فألاقي نفسي وصلت لإيه وصلت إنها أربعة على إن تربيع باي تربيع آآ طبعا هنلاقي برضو أنا فيه حاجة مهمة جدا عايزة أقولها إنه إنه اتنين في اتنين بأربعة خلاص ودي اللي في المقام تحت خلاص ده عادي لكن كوزاين إن في باي دي لو حسبتوها بالقيمة الحسبة تطلع لكو إيه ناقص واحد على إن فدي لازم تكونوا عارفينها بشكل إيه بشكل سيستماتيك إن دي عوارة عن ناقص واحد على إن ليه لإنه هتحسبوها بالقيمة لإيه الحسبة تمام بس فيبقى كده الجزء ده انتهينا من آآ يبقى كده بقى أصبح عندي إيه بقى أصبح عندي الإي إن والإي نوت وإيه كمان الإي إن والإي نوت والإي إن الإي إن اللي هي بزيرو الإي نوت بقت موجودة معايا الإي إن بقت معايا والإي إن تمام طبعا أنا هنا ممكن أخليكوا بدل الجزء بس الأخير ده اللي هو بقى سوي يعني فيه حتة كده عملناها اللي هي الكوزاين إن في باي والتلكو دي على طول هتساوي نقص واحد لكل الس إن مش كل الناس عارفاها بس دلوقتي انتوا عرفتوها ففي الإيجزامبل ده ما حدش يجي يقول هي إزاي بقت كده لأ خلاص احنا عارفين بالتعويضات لأن الباي أصلا هي ليها دجري معين فيه حاجات يا جماعة كده في الكوزاين فيه شيت كامل للكوزاين والساين والتان واحد على جزر إن فيه حاجات اللي اسمها ونص فيه قوانين معاينة بتتحفز بس أنا مش عايزاكوا تحفظوا أرقام مش هتوعدوا تحفظوا لي عشرين رقم ده حقيقي في حاجات كده دلة فأنا عايزاكوا بس تتعرفوا لي الكوزاين إن باي دي النهي بسالب واحد على قس إن تمام فدي بالنسبة لي دي قيم الإي نوت والإي إن والبي إن هنعمل إيه بعد الوقتي دي الفورية سيريس بقى دي الفورية سيريس كاملة وخلاص اتفقنا جزء البي إن ده مع السلامة لي لإن البي إن بصفر فأي حاجة في صفر إيه روحتها فكل الجزء ده روح بقى بصفر مش موجود هنتبقى عندي الجزء ده هرمي كل حاجة بقى اللي اي نوت هعوض عنها بكام باتنين عالتلاتة تعالوا ناخدها هايلايتد عشان ما تتمسحش فمثلا دي ايه الان هنعوض بيها بدي ثانية هتبقى هايلايتر سوري هايلايتر ماشي دي الان الان اللي هي ساوت ايه الجزء ده اللي هو الجزء ده اللي احنا حسبناها فاحنا بنعوض فيها طبعا الانوت هي عبارة عن اتنين عالتلاتة على الاتنين اللي في القانون نفسه فدي كلها كده على بعضها ساوت واحد عالتلاتة تمام طيب والجزء ده هينزل زي ما هو يبقى كل اللي انا عملته عملت ايه؟ عوضت عن قيم الاكس بالحاجة اللي انا محتاجة عن قيم الان والانوت باللي انا محتاجة والبينوت والبين باللي انا محتاجة تمام؟ والباقي نزل زي ما هو مفيهوش اي اي مشاكل ارجو ان الامر كده يكون واضح بالنسبة لكم جميعا تمام؟ ده بالنسبة للاكزامبل لا طيب دلوقتي انا عايز اعجيب الفورية سيرس فور زفولونج فاكشن دي فاكشن عندي واخده رقم اللي اتنين واخده السلب اتنين تمام؟ الاكس واخده من صفر الباي والسلب اتنين واخده من سلب باي لأكس طبعا شكل الدلة بالنسبة لنا انا اعتقد انه هو واخده اتنين مدى مدى عند الاتنين واخده رقم عند الاتنين وعند السلب اتنين اذا الدلة دي مش سبتة عند رقم واحد دي واخده رقمين هذه الدلة هي دلة في الحياة فردية ودي مهم جدا ان احنا نتكون متعرفين عليها قبل كده قلتلكوا الدلة السبتة الواحدة كده بتبقى دلة زوجية ده حقيقي ولكن هنا الدلة مقسومة على ايه؟ على اتنين مدى مدى مرة من صفر الباي ومدى التاني من ايه؟ من ماينس باي لزيرو وانا قلتلكوا في اي مسألة هتديكم الال فما تقلقوش لكن انا وانا بحل دلوقتي لازم انا وضح لكم الال عشان نشوفها مش عايزة احرقها لكم من دلوقتي لازم نشوف الال مع بعض واحنا بنحل دلوقتي ولكن هزي الدلة اولا دي فردية تمام؟ ده اول جزء وهنزبط ازاي فردية كمان بالرسمة دلوقتي ده شكل الرسمة طبعا الال اللي انا هديها لكم باي خلاص كده اولا لو هرسم الاتنين هنا الاتنين وهنا السلب الاتنين عظيم؟ طيب الاكس الاجس دي اللي هي المحور اكس ده من صفر لباي في المدى ده من صفر لباي هواخد عند الاتنين الدلة بتتحرق عند الاتنين لكن من صفر سلب باي من الحتة ده من سالب باي لصفر الدلة بتتحرق عند السالب اتنين فشوفوا شكل الدلة عامل ازاي؟ تحسوا انه هو ده شكلها هي دي كده الدلة تمام؟ فيما ت ب Elizabeth قلاص früh اللي هي ااي؟ زيرو بتتحرق في دام المدى وفي دام مدى تاني فهي الحقيقة دي دلة ايه دلة فردية لانها بتتمحور حوالي نقطة الاصل يبقى كده جاوبنا عن نقطة الاولى النقطة التانية هي باي باي ليه لان الحتة دي باي المسافة من هنا الهنا باي فالبريود هنا او المسافة هي باي فواضحة يعني المسألة مش محتاجة ولكن انا برضو عشان ما ترسموش لسه وضيع وقت في الحل والوقت بيبقى limited وانا عايزة مش هختبر السوعة لانه مهما سرعت والموضوع بياخد وقت فانا هديه قيمة L جهزة تمام الفكرة في الفريسيرز نفسها ان انتوا تكونوا قادرين ان انتوا تحلوها وتطبقوها فدي دلة فردية تعالوا بقى نشوف وقفوا في X زي ما اتفقنا تعالوا نشوف بقى احنا محتاجين ايه محتاجين الانوت والان والبن وطبعا بما انها فردية يبقى انا كده خلاص ارتحت من حاجتين عرفت انها فردية يبقى خلاص يبقى الانوت والان بكام بزيرو ودي بزيرو يبقى المهمة فقط ان انا جيب احصل على البي ان هي دي المشكلة خلاص احنا عارفين ان الدلة قد ودي القوانين اللي في الصفحة اللي انا قلتها وبعدها تاني دلوقتي لازم تحفظوها فحالة الدلة لما تكون قد هزي هي القوانين ودي ده شكل الفريسيرز من اللي هيكون الترم اللي هيكون راح بقى دلوقتي واختفى تعالوا نعمل له هايلايتر مثلا باي لون يعني يكون غعمق شوية عشان يعني نقول اخفينا ده لحد اختفى والحد ده ايضا هيكون اختفى ليه لان ده الان بزيرو والانوت بزيرو فده كله يروح اي حاجة في صفر بصفر هيتبقى لي مين الترم الجميل ده يبقى الفريسيرز كاشت خلص بقت جزء صغير جدا انكمشت حصر انكماش للفريسيرز بدلا ما كانت مفروضة انوت وان كل الاجزاء اللي فيها انوت وان راحت ما تبقى ليش غير دي وهدف الرئيسي دلوقتي ان انا احصل على قيمة مين قيمة البينوت فدلوقتي هدف ان انا اجيب البينوت الجميلة دي وهاجبها ازاي عن طريق هذا القانون اللي هو الهايلايت ده دلوقتي فانا اعتبق قانون واحد على ال طبعا ال ال عندي باي دلوقتي انا جبتلكوا قيمتها في المثال ده فواحد على باي تكامل من مينس باي لباي وعود بقى في القانون ان شاء الله كله هيبقى مظبوط ومفوش مشكلة تعالوا بقى نحل ونبدأ ان احنا نحصل على قيمة مين قيمة الباي تعالوا بس نستخدم القلم وليكن اللون بقى الاحمر مثلا عشان وانحنا بنحل دلوقتي اه دي بقى المسألة هلين اخد لون بقى اسود مسلا عشان اللي سليدات دي كده ال بي ان اللي انا عايزة اجابها كده كأنه ده السؤال لو جبت قيمة ال بي ان اعوض فيها في الفورية سيريز على طول الامر هيكون مفوش مشكلة فتعالوا نشوف بقى القصة دي هتمشي ازاي انا اولا عندي ال بي ان يعبار عن واحد على باي ال ال بواحد على باي فاعوض عن ال ال بباي ودي هتبقى من من مينس باي بصوا بقى هنا من مينس ال 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 دي التركة هنا في السؤال بقى انا عارفة ان الدلة اف دي افو في اكس بتتحرك في اتنين دومان مرة عند الاتنين ومرضة عند السلب اتنين عند الاتنين من سفر ال باي وعند السلب اتنين من سلب باي لإيه لزيرو يبقى ناخد بالنا هنا التكامل هيبقى من سلب باي لزيرو والاف وفي اكس تبقى سلب اتنين ودي تنزل زي ما هي يبقى اسامنا الدلة بدل ما هي من سلب ال 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 من سلب باي لبي لا ما عملتش كده لان الدلة اصلا مقسومة هي اصلا في عندي دلتين واحدة من صفر ال باي لها رقم لها حاجة ومن سلب باي لزيرو لها التو تاني بتتحرك عند السلب اتنين ينفعش اعتبر ال اتنين في نفس الرنج. لا. هروح اسماها من سلب باي لصفر هاخدها عند السلب اتنين. وهنزل للسين عادي جنبها عادي. وبعدين اخد المدى التاني. اللي هو من سفر الباي. هاخده عند الايه? عند الاتنين. والسين عادي جنبها. في مشكلة لحد انا? اعتقد لحد انا ما فيش مشكلة. هروح ما كاملة بقى الكلام الجميل اكامل الجزء الاول والجزء التاني. هكامل دي. وكامل دي. تمام? تعالوا نكامل بقى الجزء الاولاني. طبعا الطلبة الشطرة. الكلام ده بالنسبة لها ما فيش مشكلة. تعالوا نفتكر سوا. الايام بقى السهلة او. ان احنا عندنا. التكامل. لما قلت لكم انا احتاج تكامل الدوال المسلسية. نرجع تاني بقى للمحاضرة دي. تكامل السين بايه يا جماعة? تكامل السين ايه? تكامل السين بمينس كوزين. صح? مينس كوزين. فسين دي هتبقى ايه? مينس كوزين. ففيه سلب اتنين اهو? يبقى سلب اتنين. وهنا دي مينس كوزين. تمام? طيب وبعدين. ما هو السلب اتنين نزلت زي ما هي ايه. ما فيش مشكلة. والسين بقت مينس كوزين ان اكس. تمام? طيب مش احنا قلنا الرقم اللي جنب الاكس ده ببقسم عليه. من من الانتجريشن المحاضرة السابقة لازم نفتكر يا جماعة ارجوكم. الرقم اللي جنب الاكس قلنا بنقسم عليه. قلناها وشرحناها في كزا واحدة. طيب. السؤال هنا. حدا هيجي يقول لي. طب يا دكتورة انت ما كنتش عاملة سالب وسالب. اقول لكم عشان سالب وسالب بموجب فخلاص. تمام? لو حلتوها بالورقة والادم هتكتشفوها. لكن انا نزلتها هنا قدامكم عشان اعرفكم يعني ان انا كنت كتباها صحة عادي مفيهاش حاجة. والسين تكملها السين تكملها ماينس كوزاين ان اكس. على الرقم اللي جنب الاكس. تمام? وهكامل في المادة من ماينس باي لايه? لزيرو. عشان هي تكمل محدود من ماينس باي لزيرو. طيب وبعدين نيجي للقسم التاني. القسم التاني برضو عايز يكمل السين ان اكس. فتكمل السين طبعا اللي اتنين هي. هتنزل زي ما هي. تكمل السين بماينس كوزاين فيبقى في ماينس هنا اهو. ماينس كوزاين ان اكس. طبعا في ان يبقى نقسم على الان اللي جنب الاكس. تمام? والمدى المرة دي من زيرو الايه لباي. تعالوا نشوف الكلام الجميل ده بقيته. طبعا دي هي نفسها اللي انا لسه كدبقى حالا. طيب الخطوة الجاية هامل ايه بقى? هعود مرة بالباي. ومرة بالاي بالزيرو. مرة بالسالب باي. تعالوا ناخد لهم مسلا كده. مرة بسالب باي ومرة بزيرو. هرمي كل اكس ومرة بسالب باي ومرة بزيرو. طيب هعود بالحد الاعلى الاول اللي هو زيرو. لو عوضنا هنا عن الكوزاين. عندها بزيرو بالحد الاعلى. شلنا الاكس وعوضنا عنها بزيرو. هنلاقي ان الجزء ده كله هي بقى بواحد. ليه? امسكوا القلل حسب. عملوا كوزاين صفر. لان كوزاين ان في صفر بصفر. يبقى دي هتبقى بواحد. يبقى الحتة دي بعد ما عوضت بصفر هتبقى اتنين على على ان. تمام? اللي بعده. لو عوضت بسالب باي ايه اللي هيحصل بقى? اه لو عوضت بسالب باي. سهلة جدا من فهاش حاجة برضو. ايه اللي هيحصل? هعوض برضو. هيبقى. اه كوزاين ان في باي. كوزاين ان في باي. طبعا الناس الجميلة فكرة. فكرة الحتة دي. طبعا الماينس هنا ثابت. الماينس ده ثابت هنا. تمام? انا عوضت الاول بالحد الاعلى اللي هو زيرو. فطلعت اتنين على ان. ماينس. لما عوض بقى عن الايه? عن الاكسب باي. احنا قلنا معلومة مهمة. قلتلكو كوزاين ان باي. على طول هتعتبروها ايه? هنعتبرها ناقص واحد على قس ان. بس. فانا دلوقتي المرة دي بعوض عن الاكسب ماينس باي. فهلاقيها طلعت بكام? ماينس واحد على ان. تمام? كده? اذا حليت الجزء ده. برضو هعمل تكامل لهذا الجزء بنفس الطريقة. هعمل ايه كل اللي انا هعمله وعوض مرة باي. لو عوضت مرة باي. برضو هلاقي ايه? كوزاين ان باي. وكوزاين ان باي. كوزاين ان باي. اتفاقنا انها بكام? سالب واحد على ان. تمام? وسالب اتنين على ان زي ما هي. حلوة كده? دي اول جزء. طيب. مرة تانية هعوض بزيرو. لو عوضت عن الاكس. بزيرو ايه اللي هيحصل? دي كلها هتبقى بواحد. فيتبقى لي ايه? سالب اتنين على ان. اللي هي دي. تمام? تانية الخطوات. هلاقي نفسي باخد ايه? عمل مشترك واحد على باي. لو خدته يتبقى لي هذا الجزء. هيتبقى لي من ناحية دي. اربعة على ان. بالزبط كده. لان دي الجزء ده كان اربعة. اه اربعة اه اربعة على ان باي. خلاص فلو خدت الباي عمل مشترك يتبقى لي بس ان هنا. والناحية التانية برضو لو خدت باي هلاقي ان كان في باي معايا في المقام هنا. فبردو لو راحت تروح من برا فمش هتبقى لي دول. طب و بعدين هلاقي برضو في ان مشتركة هنا وهنا. فممكن اخدها مشتركة برضو. واللي اربعة هلاقي مشتركة هنا وهنا. فقدر اخدها شدها برا. تمام? فيتبقى لي هذا الجزء. هيتبقى الاربعة على ان من اربعة على ان يتبقى لي واحد. وبرد اربعة على ان من هنا لما خطها برا. اللي هي 4 على ان خطها برا. هيتبقى لي سالب واحد اي قس ان. تمام? فكده بقى معايا مين? بقى معايا البي ان خلاص. طيب. يبقى كده خلاص. انا عرفت ان ده اللي كانت زوجيه بقى الانوت بزيرو. الان بزيرو. والبي ان بكام بهزي القيمة اللي احنا طلعناها دلوقتي. طيب. يبقى عندي الاف اف اكس. شوفوا دي. لما قصينا قصيت كل الجزء اللي فيه انوت. والجزء اللي فيه ان. روح. حطيت بس الفوريه سيرز في الحتة اللي فيها بي ان بس. ليه? لان البي ان هي اللي ايه? اللي معايا ولها قيمة. البي ان جبنا قيمتها كانت بالجزء ده كله. تمام? فعوضت فيه دلوقتي. ودي نزلت زي ما هي في الفوريه سيرز. ما فيهاش مشكل. تمام? فاذا كده المسألة ما فيهاش اي مشاكل. وتحلت. طبعا انا هنا بقت ساين ان اكس لي بس. عشان الال بكام. باي. وباي على باي بكام بواحد. فعشان كده الجزء ده ما بقاش موجود. بقت ساين ان اكس بس. تمام? فكده دي مين دي يا جماعة? دي الفوريه سيرز اللي تم الحصول عليها بعد الحل. طبعا فيه حاجات فيها تكاملات. مش مش احسن حاجة التكامل اللي هو هيبقى بياخد وقت. هكتبه. اه لكن في العادي هيبقى بتكامله عادي ما فيهاش مشكلة وهيطلع معاكو. وما تقلقوش. المسألة هتبقى سهلة بازن الله. ركزوا بس بصوا عالدلة لو هي زوجيه ولا فردية. عشان ممكن اسألكوا على الحاجات اصلها اللي فيها صفر. ان الرقم يطلع بزيرو. فهتبقى سهلة جدا. تمام? فرجاء انت راجوا هذه الامور. المسالين. المسالين اللي في المحاضرة حلوهم اكتر من مرة. هتتسقلوا فيهم. المسالين اللي موجودين في المحاضرة دلوقتي دول لازم يتذكروا اكتر من مرة. تمام? طيب. طيب. انا دلوقتي يعتبر يعني ان حلاص وصلنا الاخر محاضرة اليوم. عايزة هرجع اقول بشكل عام قلنا ايه في خلال هذه المحاضرة. ان شاء الله. بس يعني برضو محتاج ان انا اكد على نقطة مهمة. يعني طريقة المذاكرة هتبقى ازاي في الموضوع ده. طريقة المذاكرة ان انتو كل اللي عليكم ان انتو تعرفوا كل الاساسيات اللي قلناها قبل كده. تحفظوا جدا وتكتبوا فرق وقلم. الدلة الفوريه سيرز. تكتبوها قدامكم. تعرفوا كل واحدة تكملها بيساوي ايه. يعني كل هزي الامور مهمة جدا اللي انتو لازم لازم تكونوا عارفين. فبالتالي احنا قلنا اسنشل. فخلال محاضرة اليوم. قلنا اسنشل انفورميشن شوية معلومات مهمة كده. على الفوريه سيرز. واهميتها وامورتنت نوتس عندناها. قلت برضو. وفرقت ما بين الايفن والاود. فقازة دايمينشن. قلتلكوا اولا بشوف الافوف اكس مع الاف مينس اكس. ولو سوا بعض تبقى دي دلة زوجية. ايضا شفنا لو الاف مينس اكس ساوت مينس اف اكس. دي تبقى دلة فردية. فسواء بالقانون. فده اول حاجة. قلنا بردو الدلة الايفن بالرسم. وضحنا شكل الرسمة. وقلنا ان هي متمثلة حوالي المحور واي. بينما الاود فاكشن متمثلة حول نقطة الاصل. طيب. قلنا كمان حددنا باستخدام الخواص. طبعا دي كانت اسهل حاجة. تمام? طيب. وقلنا عشان يبقى الموضوع سهل علينا واسرع. هنستخدم خواص الدلة الايه? الزوجية عشان يبقى الموضوع آآ لطيف يعني. مفوش حاجة. طيب. بعد كده قلنا البرياديك فاكشن. وعرفنا ان المعظم الدوال اللي هي الدوال المسلسية. هي دوال اصلا برياديك فاكشن. يعني دوال بتاخد ترند كل شوية. نفس الترند. عمال بيتكرر كل شوية. وده بيظهر لنا في حاجات كتيرة. في الدرافة في نفسه. التفاضل. لو فاضلت الدلة دي. كل ما افاضل على حد مثلا التمانية وعشرين. هلاقي كل مثلا اربعة فاكشن بيتكرروا كل شوية. هما نفس الاربعة. زي ما انا شرحت لكم في اكزامبل كده اللي هو قلتلكوا هات تفاضل الدلة الرقم سبعة وعشرين. لو تفتكروا. فده اكبر دليل انها برياديك. انها دلة دورية. تمام? فالدلاوية الدورية هي اللي هي علمط. ليها برضو حاجة اسمها الال. اللي هو اللينس. فده مهم عشان بحتاجه في ايه بقى? في الفوريير سيرز. طب الفوريير سيرز الجميلة دي. هدف ان انا اجيب ايه? اجيب شوية معاملات نقصة ومحتاجينها في الايه? في الفوريير سيرز. زي اللي هما ايه? اي نوت? و اي ان? و بي ان? كويس? طيب. هزيه المعاملات اللي هي اي ان? و اي بي ان? و اي ان? محتاجة ان انا احصل على هزيه القيم بشكل سلس وسريع ومش مشكلة. فانا برضو معتمدة على فكرة لو انا عرفت انها ايفن اه يبقى تمام يبقى البي ان بزيرو. طب لو عرفت انها اود يبقى اه يبقى الان بزيرو. مش يحتاج ان انا اعمل التكامل اللي بياخد وقت ده. ففيه حاجات بتسهل برضو الفوريير سيرز. جزء تاني بتعتبد عن الفوريير سيرز اللي هو التكامل. فاحنا القوانين بقى فوريير سيرز دي لازم تذكروها. يطرى في حالة الايفن القوانين مشي ازاي? في حالة القوانين مشي ازاي? الفوريير سيرز نفسها جماعة عاملة ازاي? الحاجات دي يجب التركيز عليها. تمام? وبعدين فيه طبعا اكسترا براكتس في الاخر بقتوا اكزامبلز عشان الاكزامبل الواحد بياخد طبعا وقت. ولكن ده مش معناه احنا قلنا اكزامبلز كتيرة تانية في حالة الايفن والقد واخلال المحاضر. ولكن مش الهدف هنا ان احنا نحط اكزامبلز كتيرة بقدر الاكزامبل ان انتو تعرفوا الفكرة الرئيسية. فطبعا الاكزامبل الواحد بياخد وقت. لهذا السبب انا مسهلة عليكم حاجات كتيرة. هتلاقوا فيه حاجات اللي بتاخد وقت قوي زي الانتجريشن او قيمته او كده هتلاقوني بديها لكم كهنت في المسألة. انه كزا. خدنا حاجة مهمة برضو. خدنا قلنا ان كوزاين ان باي انا مش هقولها بس انا اخليكم انتم ترجعوا للمحاضرة دلوقتي وتعرفوها. كوزاين ان باي بتساوي ايه? ناقص واحد قس كام? انا خلاص قلتها بس يعني عموما يعني ارجعوا لها. في حاجات زي كده. قلتها في الخلال المسالين. فالمسالين دول لمين كل حاجة. ما تقلوش مش هتحتاجوا اكتر منهم. فرجعا بس ذكروهم كويس جدا جدا. يعني يتحلوا عشر مرات. بلا مبلغة. يتحلوا عشر مرات. تمام? طيب. فده بالنسبة كان لمحاضرة اليوم. واستودعكم الله اللي زي لا تضيعوا ودائعوا. واشوفكم في محاضرة جديدة بازن الله تكون بسيطة وسهلة. ورجاء رجاء نسطى ببرنامج المتلاب رجاء. تمام? اشوفكم على خير بازن الله تعالى. اشتركوا في القناة